يا راغباً في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليوي ظلة الضمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بياني بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم مجدداً وإن شاء الله اليوم سوف نستعرض الدرس الرابع والثلاثون قبل أن نبدأ ذلك الدرس أو هذا الدرس لعلنا نبدأ بمراجعة بسيطة لما تم دراسته من قبل سوف أسأل بعضكم بطرح بعض الجمل وأطلب منكم أن تعطوني الجملة بشكل مختلف أنا سوف أذكر جملة بالمخاطب المفرد وأريد من مبارك كبداية أن تعطيني هذه الجملة بالجمعة طيب أنا مدرس نحن مدرسون أحسنت شكراً جزيلاً إذن أنا تتحول إلى نحن ومدرس تتحول إلى مدرسون طيب أين بيتكم أين بيتكم أريد أن تجيب على هذا السؤال أين بيتكم يا أرحم بيتنا خلب المسجد أحسنت أحسنت جزاك الله خيراً أحسنت شكراً جزيلاً طيب أعندكم سيارة ماذا تقول يا هارون نعم عندنا سيارة أحسنت عندنا سيارة إذن هذا كان مجمل أو لعلنا مختصر لما تم دراسته في الدرس الماضي اليوم وكما سيظهر بعد قليل على الشاشة سوف ندرس الدرس الرابع والثلاثون ومثل ما درسنا عن جمع المذكر سوف نفعل مثل ما فعلنا في الدرس الماضي لكن عن جمع المؤنث طيب فلذلك السؤال لو يعني أردنا أن نقرأ من أنتن يا أخوات فالآن أنتن عكس أنتم وليست عكس حقيقة هي للمؤنث وتلك للمذكر لكنها للجموع للجمع طيب سوف ننتقل إلى الشريحة التي نحتاجها سريعا ونبدأ من هذا التمرين وسوف نبدأ مجددا من مبارك حيث أنه سوف يقرأ السطر الأول ثم ننتقل إلى السطر الثاني والثالث معكم سويا مبارك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنتن يا أخوات طيب إذن أنت كنا نقول أنت كنا نقول أنت بالكسرة للمؤنث المفرد عندما نقول سنغلا second person singular نقول يو في أرابيك نقول أنت ماسكلن أنت طيب أنتن أخوات أخت أخوات 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 طيب يوجد ملاحظة بسيطة سأذكرها سريعا حتى لا نضيع كثير من الوقت حتى ونحن نتحدث عن النساء لا نقول السلام عليكم ممكن أن نقول ذلك لكن المتعارف بيننا أو بين المتحدثين اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولنا ذلك حتى وإن كان يعني للمؤنث فلا تستغرب أنه السلام عليكم وتقول لماذا لا نقول السلام عليكم ممكن أن نقول ذلك لكن متعارف أن نقول عليكم ننتقل إلى السطر الثاني مع أرحم تفضل نحن بنات الشيخ أباس أحسنت أباس أحسنت نحن بدل أن نقول أنا وكنا نقول أنتنا نجيب عليها نحن بنات مفرد لكلمة أو جمع لكلمة بنت أحسنت أكمل أهلا وسهلا ومرحبا أمكنا أستاذتي كيف حالها إذن أستاذي أستاذتي هي للمفرد المتكلم للأنت أستاذتي طيب وكانت تقول كيف حالها لأنها ثيرت بيرسون ثيرت بيرسون سينجل أمكنا كنا نقول قبل قليل على الجمع المذكرة نقول أمكم ألا أنهن فتيات وبنات نقول أمكنا أمكنا أنتنا كنا نقول أنتم ألا أن نقول أنتنا واضح لكم إن شاء الله ننتقل إلى سطر الأخير والثالث تفضل يا هارون هي بخير والحمد لله نحن نقول هي لأننا نتحدث عن أستاذتي مفرد تفضل أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ طيب نحن نتحدث عن مفرد نتحدث عن مفرد ثالثة سينجل سوف نتحدث عن مفرد سوف نتحدث عن مفرد سوف نتحدث عن مفرد الغائب المؤنث نكمل المحادثة تفضل يا مبارك هي الآن في الرياض لازمنا نتحدث عن أنثى غائب مفرد ثالثة سينجل سوف نتحدث عن مفرد اسم نتحدث عن مفرد أكمل أ Romeo متا ذهبت؟ أحسنت ذهبت ذهبت لنان ج choking ولكن في أرابيك نقول ذهبت كثيراً ثلاثة 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 عندما نتكلم عن الولد نقول ذهب طيب أذكركم فقط ننتقل إلى الجملة التي تلي ذلك تفضل يا أرحم ذهبت قبل أسبوع أحسنت ذهبت قبل أسبوع أحسنت طيب وأكمل من ذهب معها لازم نقول معها لأنها مؤنث معها سيارتها وهكذا من ذهب معها طيب لاحظوا لم نقول من ذهبت لأننا لا نعلم فالأصل في اللغة العربية هو المذكر نقول ذهب طيب أكمل التي تليها يا هارون الجملة أو السطرة الثالث ذهب معها أخونا إبراهيم أحسنت أنا أنا يستخدام شفر الجملة أو الس Dann والجملة أو men واللغة العربية وم tandem وستخدام شفر So I can use it for singular for a singular North99ne as well المؤنث الجمع. ثلاثة وأكثر. كيف حالكنا؟ حالكنا؟ طيب مخاطب second person plural and feminine. كيف حالكنا؟ ضمير متصل. ضمير the pronoun is attached. نحن بخير والحمد لله. لاحظوا. قبل قليل عندما كانوا يتكلمون الجمع المذكر كنا نقول نحن. والآن في الفتيات يقولون نحن. كما قلونا قبل 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 for plural masculine and feminine. أنا is used for masculine and feminine first person, first person, first person singular. أنا, feminine and masculine. First person plural, نحن, masculine and feminine. واضح لكم أكمل. في أي مدرسة أنتن؟ أنتن؟ هل هي مؤنث؟ نعم تنة أنة تنة تنة إذن هي مؤنث طيب تفضل يا أرحم السطرة التي هي لذلك نحن في المدرسة المتوسطة طيب هل هناك اختلاف في الجملة؟ لو كنا نقول نحن في المدرسة المتوسطة ولا نرى الصورة فنحن لا نعرف هو مذكر أو مؤنث إلا عندما نسمع المتحدث نعرف أنه مؤنث لكن في الشكل لا اختلاف فنحن لا نعرف أن نحن في المدرسة المتوسطة نحن طيب أكمل لو سمحت متى اختبار كنا؟ أحسنت نحن نتكلم عن فسيسيبو ناون فسيسيبو ناون فو ثيرت فسن فمن كتاب كنا فسيسيبو ناون فسيسيبو ناون فسيسيبو ناون أقول باللغة العربية كونه مستوى مبتدئ تفضل هارون السطرة الثالث اختبارنا بعد شهر أحسنت اختبارنا بعد شهر لا أعلم لماذا هذه مكتوبة بلون مختلف لكن لا بأس لعلها كلمة يعني يعدونها جديدة بعد تفضل هارون السطرة الثالثة في الثالثة الثالثة طيب أكمل أذهبتن إلى المدرسة اليوم لازمنا نذكركم بأن آلف الهمزة سؤال استفهامي الإجابة عليه بنعم أو لا أذهبتن ذهب تن طيب تن لا تنسوا ذلك هو جمع مؤنث جمع مؤنث وهو مخاطب مخاطب عندما يردون على السؤال يقولون ذهبنا طيب أكمل الإجابة لو سمحتها هارون نعم ذهبنا ورجعنا أحسنت انظروا إلى نانا مثل ما قلنا هي الإجابة للمذكر وللمؤنث لا اختلاف بينهم لذلك كما قلنا بذلك نا هو مخاطب والمخاطب واضح لكم حتى الآن يعني الإختلاف فقط أنتم أنتنا حالكم 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 هذا الإختلاف waход حالكم 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 لا أنتم zd حالكم وجموز حالكم حالكم كضمير متصل نحن لدينا ضمائر منفصلة يعني تقوم بنفسها ويوجد لدينا ضمائر متصلة لابد أن تكون ملازمة للإسم أو للفعل واضح لكم؟ نعم طيب الآن ننتقل إلى التمارين سوف أقرأ السؤال ثم تجيبون عليه مثل ما فعلنا قبل ذلك فالسؤال هو يجب أن تجيب هذه الأسؤال لتجيب كيف تتعلم ويغلق منفصلة منفصلة إلى منفصلة منفصلة إلى منفصلة منفصلة إلى منفصلة ويضا نقرأ السؤال الأول من كان لدينا كان أرحم لعلنا نبدأ من أرحم الآن تفضل اقرأ السؤال الذي مكتوب على أعلى السطر من أنتنا؟ طيب من أنتنا؟ ماذا نجيب؟ تفضل يا أرحم نحن أحسنت الطالبات طيب جميل جدا أن تقول نحن الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز أو تقول نحن طالبات طيب حتى تكون إجابة يعني جيدة نحن طالبات أو نحن معلمات مدرسات طبيبات ممرضات وهكذا لكن عندما تريد نحن الطالبات في جامعة هكذا أكمل الجملة لأن عندما أسمع تحتاج إلى تكملة طيب السؤال الذي يلي ذلك يا هارون تفضل أين أم كنا؟ أحسنت إذن لن نجيب لن نهتم بكلمة أين سوف نأخذ أم كنا ثم تصبح أمنا أمنا في في البيت أحسنت في البيت أو أي أمر تقوله في البيت في المدرسة في المستشفى إن شاء الله يعني في أي جواب تقوله لا بأس طيب السؤال الذي يلي ذلك تفضل يا مبارك أين بيت كنا؟ أحسنت أين بيت كنا؟ إذن هذا سؤال يبحث عن معلومة لا نجيب عليه بنعم ولا so it's WH question like where so you need to answer with information okay the only thing we do here in this exercise we change these words we change these words طيب بيت كنا ماذا نقول؟ بيتنا أحسنت بيتنا أمام المسجد أمام المسجد ما شاء الله محظوظ أنت المسجد جار المسجد طيب إذن we changed we changed from بيت كنا as second person plural feminine to بيتنا as first person first person plural feminine طيب نكمل من عند أرحم أين أين أخوكنا؟ إذن هذه مثل ما قلنا هذا كلمة سؤال ثم نقول أخونا أحسنت أخونا بالفصل في الفصل أو في أي مكان تريد أحسنت شكرا لك يا أرحم ننتقل إلى هارون تفضل أين مدرسة كنا؟ طيب أحسنت ثم نقول مدرستنا في جدة أحسنت في جدة أو جدة مثل ما قلت لا بأس سوف أقبل ذلك طيب آخر سؤال لدينا مبارك تفضل أذهبتنا إلى المدرسة اليوم؟ طيب أنظروا آ كل مرة أكرر ذلك لابد أن نجيب عليها بنعم أو لا طيب أذهبتنا نقول نعم ذهبنا نعم ونغير هذه من نعم ذهبنا ثانية إلى ثانية ونغيرها من المخاطب إلى المتكلم لأنك تجيب على السؤال واضحة لكم؟ نعم يبدو لي أنها إن شاء الله سهلة هي تكملة للتمرين أو للدرس الماضي تقريبا لكن هذا عن المؤنث طيب التمرين هذا أنث المبتدأ في كل من الجملة الآتية نعم لذلك نعم التمرين هو بكل سهولة هذا جمع مذكر نريد أن نحوله إلى جمع مؤنث سوف نبدأ مع مبارك مجددا ثم نكمل أأنتم مدرسون ماذا تقول؟ أأنتن مدرسات أأنتن مدرسات أحسنت هنا التغيير مدرسات كثير مننا يقول أأنتن مدرسون وهذا خطأ لا بد أن نغير الاسم نجد أن نغير الاسم لأنتم to feminine plural مدرسون is masculine so it has to be plural مدرسون أنتقل إلى التي تليها يا أرحم تفضل أأنتم أطباء طيب تفضل أأنتم أبناء المدير طيب أأنتم أبناء المدير إذن سوف نحولها إلى أأنتن بنات المدير جميل جدا بنات المدير ولأنك أحببت الجملة التي تليها لا بد أن تعطينا الجملة التي تليها تفضل أأنتم أطباء تفضل أأنتم أطباء أأنتن طبيبات يا سلام أأنتن طبيبات كأني بك تحب الطب فقرأت جملة الطب ما شاء الله شكرا لك أرحم أحسنت ننتقل إلى هارون أأنتم مسلمون طيب أأنتن أأنتن مسلمات أنتن مسلمات أنتهى الحبر من القلم هل ينتهي الحبر من القلم قلم الإلكتروني ليس له حبر طيب فقط حتى أن أرى من منكم معي ومن منكم مشغول أريد أسأل جملة الأخرى أيضا يا هارون تفضل أأنتم إخوة حامد أحسنت أأنتم هنا معلومة جديدة أأنتن أخوات حامد أحسنت إخوات سوف تتحول إلى أخوات ثم نكمل الباقي طيب أحسنت شكرا لك يا هارون ننتقل إلى مبارك ثم نقول أأنتم أعمام محمود أأنتن عمات محمود أحسنت سوف نقول أأنتن أأنتن عمات عمات أحسنت ونكمل الجملة طيب أعطنا الجملة الأخيرة أيضا يا مبارك أأنتم آباء الطلاب أأنتن أمهات الطالبات أو طلاب أحسنت لا بأس أمهات الطلاب هذه مضاف إليه فليس هناك إشكالا أن يكون أم الطالب وأم الطالبة والطلاب لا بأس لكن المهم في هذا السؤال الجملة الأخيرة أن نحول آباء إلى أمهات أمهات لأنها أتت مباشرة بعد أنتم لكن لا بأس لو تركنا كلمة الطلاب مثل ما نريد ولا حولناها لا بأس شكرا جزيلا هذا التمعين كان جيدا ومفيدا إن شاء الله لكم إذا أردتم نصيحتي أكتبوا هذه الجمل أكتبوا السؤال ثم حولوها إن شاء الله في المنزل عندما تعودون حاولوا أن تمارسوا ذلك عندما تعودون إلى المنزل هذا أمهات باستخدام كيف نغلق أنتم from masculine to plural masculine plural to masculine feminine plural so أنتم will be changed to أنتنة so when we do this in Arabic we must it's not optional we must change the following noun from masculine nouns like مسلمون مدرسون to plural nouns feminine nouns feminine nouns usually we have وَوْنُون in masculine plural but we have at مسلمات وهكذا in feminine plural واضح لكم؟ نعم طيب ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب لدينا 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 of pronouns here we need to put them to fill in the planks so in order to choose the correct one we need to see the noun is it singular or plural is it feminine or masculine and we decide طيب يا شباب أعيد لكم هذا الشرح باللغة العربية لأنه أهم من أن نقوله بالإنجليزية في المستقبل لابد أن تتعودوا على اللغة العربية نحن لدينا أنت وأنتم أنتم masculine singular plural مفرد وجمع أنت وأنتنا singular and plural feminine نحتاج أن نختار من هذه الكلمات ما يكمل الفراغ بشكل صحيح ولذلك حتى نختار الضمير الصحيح لابد أن نعرف الكلمة التي تل الضمير فنبدأ من مبارك سوف نأخذ لكل طالب كلمتين أو جملتين المبارك أبدأ بكلمة مسلم أأنت مسلم إذن نقول أنت هل نضعها بالفتحة أم بالضم حقيقة بالفتحة تفضل التي تليها الجملة يا مبارك أأنتم أأنتن طبيبات أحسنت أأنتن طبيبات شكرا لك أحسنت طيب ننتقل إلى أرحم ونأخذ المثال الذي يلي ذلك أأنتن أخوات عباس أنتن أخوات عباس طيب أعطينا الجملة التي تليها أأنت مريضة أأنت أنظروا إلى الت بالكسرة لأنها مؤنث بالكسرة تا مربوطة مريضة تفضل يا هارون سوف تكمل بقية التمرين معنا ثلاثة كلمات مع بعضها أول واحدة تجار ماذا نقول أأنتم تجار أحسنت أنتم لأنها جمع مذكر نقول أنتم تفضل والتي بعدها طلاب أأنتم طلاب أحسنت أأنتم طلاب إذن أنتم هنا وهنا ليس هناك فرق نريد منك الجملة الثالثة حتى تأخذ مثالا مختلف أأنت بنت المدرس أأنت بالكسرة لأنها بنتي أو بنت أأنت بنت المدرس واضح التمرين نعم سهل جدا أحسنتم إذن عليكم أن تمارسوا ذلك بالتحدث واضح لكم يا شباب لابد أن نمارس كتابة ونطقا وتحدثا طيب ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك حول الضمير في كل من الجملة الآتية كما هو موضح في المثال لدينا مثال هنا جمع المذكر نحوله إلى جمع المؤنث سوف نأخذ مثال أو اثنين أو ثلاثة ثم نقف مثال من كل جملة نبدأ من مبارك اعطينا السؤال الأول اقرأ السؤال الأول أين أخوكم يا إخوان أين أخوكم يا إخوان إذن سوف نحول أخوكن طيب أين أخوكن يا أخوات أخوكن يا أخوات أحسنت طيب الجملة التي تلي ذلك يا مبارك تفضل أين مدرستكم يا إخوان أين مدرستكم يا أخوات إذن سوف نقول مدرستكم يا أخوات شكرا لك مبارك ننتقل إلى أرحم متى متى اختباركم يا إخوان طيب نحول كلمة اختبار إلى متى اختباركنا يا أخوات إذن حولناها إلى اختباركنا ويا أخوات مثل ما سبق في الأعلى شكرا لك أرحم ننتقل إلى هارون أهذا عمكم يا إخوان ماذا نقول أهذه عمتكم يا أخوات أنت حولت المؤنث لا نحتاج المؤنث نحتاج أهذا مثل ما هي نريد أن نحول عمكم أهذا عمتكم عمتكم يا أخوات لا أنت لم تجب على السؤال بشكل صحيح سوف أشرح لك حتى تتضح نحن نريد أن نحول كم إلى كنا فقط نحول المخاطب إلى الجمع المذكر إلى المخاطب جمع المؤنث إذن عمكم تتحول إلى عمكنا وباقي الجملة يختلف فيها إخوان أخوات تفضل أهذا عمكنا يا أخوات عمكنا يا أخوات واضحة لك؟ نعم بحكم أنك يعني أجبت في الأول بالخطأ والثاني بالصح نريد الجملة التي قبل الأخير أعطنا إياها يا هارون أبيتكن قريب يا أخوات أحسنت 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 أبيتكن ونكمل يا أخوات لا تنسون أكملوا هذا التمرين هذا التمرين لعلكم تقومون بحله في المنزل إن شاء الله أنصحكم أن تكتبوا هذه الجمل مرة أخرى حتى وإن لم يطلب منكم في التمرين ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك ضع في الأماكن الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلة للمخاطب مثل ما فعلنا قبل قليل على الضمائر المتصلة الآن الضمائر المنفصلة الآن الضمير المتصل كا للمذكر وكم للمذكر هذه للمفرد وهذه للجمع هذا مفرد وهذا جمع كي للمفرد المؤنث وكنا للمفرد للجمع المؤنث طيب المطلوب مننا أن نضيفها نبدأ من مبارك أين؟ أين بيتكم يا إخوان؟ لأن لدينا كلمة إخوان لابد أن نكون كم أحسنت طيب الآن لدينا الجملة التي تليها أيضا يا مبارك تفضل هذا؟ كتابك بالفتحة حامد لأنها هي بيتك بيتك ننتقل إلى الجملة التي تليها أرحم تفضل ساعتك جميلة يا ليلة نتحدث مع أنثى ليلة ساعتك بالكسرة ساعتك طيب والتي تليها من؟ من أبو كنا يا أخوات أحسنت أبو كنا لأنها جمع إذن نختار أبو كنا شكرا لك أرحم تفضل يا هارون ما اسمك يا أخي؟ اسمك ما اسمك يا أخي؟ وهذا سؤال كثير مهم في التعارف ما اسمك؟ كيف حالك؟ طيب تفضل والتي تليها؟ ما اسمك يا أختي؟ اسمك يا أختي طيب نكمل الأخيرة يا مبارك تفضل ما أسماؤكم يا إخوان؟ أسماؤكم يا إخوان؟ وآخيرا آخر واحدة أو واحدة أأمها تكن في البيت يا بنات؟ أأم أأم أأمها تكن أحسنت لا خطأ هذه أأم كنا أأم كنا لدينا لا نحدث شيء من الخارج أم كنا أمكم إما كم أو كنا واضح لكم؟ أأم كنا في البيت يا بنات شكرا لكم أأم كنا لدينا أمك أم كنا أمك 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 طيب شباب ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك ونقول ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم إذن أنا ونحن هل يوجد فرق بينها أنا ونحن تستخدم للمذكر والجمع مذكر ومؤنث لاختلاف طيب نأخذ الجملة الأولى أو الكلمتين الأولى ماذا نقول مسلم مبارك تفضل أنا مسلم أنا وماذا نقول مسلمات نحن مسلمات طيب ماذا نقول يا أرحم التي تليها أنا مريضة أحسنت وماذا عن أنا ابن المدرس أحسنت ننتقل للأخيرة أو السطر الأخير تفضل يا هارون أنا مسلمة أنا مسلمة إذن مسلم ومسلمة لا فرق نستخدم معا أنا ومسلمات ماذا نقول نحن مسلمون شكرا لك مبارك شكرا لك هارون شكرا لك أرحم حقيقة أنا ونحن لا يوجد هناك مشكلة في التذكير والتأنيث المهم أنك مخاطب مفرد وجمع ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك ولعلنا في هذا التمرين أطلب منكم أن تكتبوه عندما تعودون للمنزل تأمل الفعل ذهب مفردا وجمع فعندما نقول المفرد ذهبت اقرأ السطر الأول يا مبارك ذهبت أين ذهبت يا أخي نحن ذهبت إذن مفرد مذكر نقول والجملة التي مقابل لها ذهبتم أين ذهبتم يا إخواني إذن Singular and Plural ذهبت أين ذهبت يا أختي أين ذهبت يا أختي زهراتي لذا يكون مايراً ذهبت للعبار لسطرP في نوع الثماني ثمثل فمثل أحسن آخر جملة أنا ذهبت طيب أنا ذهبت للمذكر والمؤنث لذا يستخدم أنه ذهبت للغاية نحن ذهبنا ذهبنا جميع في النوع والمؤنث هي تستخدم ذهبت وذهبنا للمفرد وللجمع مذكر كان أم مؤنت لا فرق بينهم طيب انظروا إلى الضمائر هذه هذا ملخص واضح لكم للمفرد هو طالب هي طالبة أنت طالب أنت طالبة هذه فقط عندما أنت تريد أن تكون جمل خذ هذه الأمثلة وحاول أن تكتب أمثلة من عندك أنت في البيت إذن هذا واجب أنت تريد أن تكتب جملا باستخدام هذه الضمائر هذه الضمائر للمفرد وهذه الضمائر للجمع طيب واضح؟ ممكن أن تلاحظوا بشكل سريع هذه لا يوجد فرق بين المفرد والجمع إذن هذه لا يوجد فرق بين الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث لا يوجد فرق نستخدمه سواء كان مذكرا أو مؤنثا أما الباقي يوجد اختلاف أريدكم أن تكتبوا هذا عندما تعودون إلى المنزل الآن أريد أن أخبركم بأننا أنتهينا من هذا الدرس بشكل جيد وملاحظاتكم كانت جيدة عليكم أن تقوموا بممارسة ثم ممارسة ثم ممارسة كتابة وقراءة وتحدثا عليكم استخدام المخاطب أنتنى 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 ثم تحدثون عنفسكم أن نحن وأنا وهكذا للمؤنث هل لديكم أي سؤال؟ لا يوجد أسنة أنا أعرف أن الدرس كان طويلا ومرهقا بعض الشيء لكن إن شاء الله بجهودكم تكتمل الفرحة والدرس يكتمل والفهم يكتمل أريد منكم أن تعودوا إلى المنزل وتقوموا بتمارين مثل ما ذكرنا لكم حتى التمارين التي أخذناها عيدوا كتابتها من جديد حتى ذلك الحين وحتى ألقاكم في درس آخر أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يراغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف 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 ليهو ظلة الضمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بياني تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر